سنة ورا سنة ورا سنة ورا سنة سبنا المشكلة تكبر وتتعقد محنا سنين طويلة عايشين على سبعة في المية بس من مساحة مصر اتكدسنا في المدن، خلفنا كتير، بنينا على الأراضي الزراعية طب إيه السبب؟ يمكن ما كانش فيه تخطيط للمستقبل زي النهاردة؟ أكيد، يمكن عشان مشوار التغيير صعب ومش سهل ومحتاج وقت وفلوس وإرادة حقيقية؟ وتخطيط للتنين مليون مصر اللي بيزيدوا كل سنة؟ الكلام كتير عن الأسباب اللي وصلتنا لكده بس الأهم والأفيد من الكلام إننا نشتغل ونشتغل ونشتغل عشان نلحق نفسنا ونعوض كل اللي فاتنا ودينا هون، اشتغلنا بجد شغل ما تعملش يمكن من أكتر من مية وخمسين سنة وبنطور البنية التحتية وبنبني في كل مكان على أرض مصر مشروعات إسكان اجتماعي وإسكان متوسط وإسكان متميز والعشوائيات بنقضي عليها وبنقضي على معظم المناطق السكنية الغير آمنة وبنوفر مساكن بديلة لسكانها بتحفظ لهم أدميتهم وكرمتهم وأمنهم وأمان ولادهم وعائلتهم وبنرجع للريف المصري جمال وزهوته بمشروعات حياة كريمة اللي بتطور ألاف القرى وكل المرافق والخدمات بتدخل علشان محدش يضطر يسيب قريته والمدن الجديدة بتظهر في شرق مصر وغربها وطولها وعرضها في زمن قياسي واللي يتعمل في عشر سنين بيتعمل في سنة العالمين الجديدة تحفة معمارية وتبنت علشان تبقى شريان حياة شغال طول السنة لمنطقة من أجمل مناطق مصر مدينة الجلال تحفة معمارية في حضن الجمال والعاصمة الإدارية مدينة مركزية تلق بمصر ومكانتها والإسماعيلية الجديدة أسوان الجديدة وبورسعيد الجديدة وأسيوت الجديدة ومدينة رشيد الجديدة وأنا الجديدة وطبعا المنصورة الجديدة اللي مجمعانا كلنا النهاردة وعلى فكرة المنصورة دي بلدي ليا في كل شارع فيها حكاية وناسها أهلي وحبيبي أجدع ناس حموا مصر زمان من الاحتلال ودفعوا عن طرابها بأروحها وانتصرها عشان كده سموها المنصورة بلد العظماء عروس الدلتة وعلى قد ما الماضي كان جميل اللي شايفينه قدام عينينا النهاردة بيقول إن اللي جاي هيبقى أحلى المنصورة الجديدة معمولة بحلاوة وزوء زمان بس بالألوان مدينة كبيرة مبنية على مساحة 7211 فدان مش بس هتبقى مصيف لكل أهل الدلتة دي مدينة متكملة هيعيشوا فيها طول السنة وكل حاجة محتاجينها حيلقوها مشروعات سكنية كتيرة ومتنوعة زي مشروع جنة مصر مشروع سكن مصر سكن كل المصريين شقق متميزة وفلات بتطل على البحر ووحدات إسكان اجتماعي كملة التشتير ومساحات خضرة وخدمات ترفيهية في كل مناطقها مشروعات بنية تحتية محطة كهرباء عملاقة ومحطة تحلية مية البحر بتوفر في المياه وبتخدم المنصورة وكل المدن اللي حواليها المنصورة الجديدة فيها كل الخدمات والمرافق مبنية بالمعايير العالمية مدارس ومركز طبي عالمي ونوادي رياضية وجامعة دولية من أهم وأكبر الجامعات في مصر وكورنيش المنصورة الجديدة على شط البحر حاجة في منتهى الجمال والقرب تتمشى، وتتسوى، وتتفسح تركب عجلة، تشم هوا مضيف وبيتك على بعد دقايق منك كنت مروع المنصورة الجديدة حتبقى نقلة في طريقة الحياة مش بس الأهلها للدلتة كلها لأنها مربوطة بشبكة طرق ضخمة والمواصلات ليها كتيرة وسهلة من أي مكان في الدلتة وزي ما تبنت بأيدينا يا مصريين في غمضة عين إحنا برضو اللي حنعمرها وهنبني فيها الحياة الحلوة اللي بنحلم بيها مهو الحلم خلاص، بقى حقيقة ومن النهاردة المنصورة الجديدة هتنور بيك